فيما تستمر الجهود الأوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبيرت مالي أن الولايات المتحدة لن تضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق التحقيقات الجارية في العثور على بقايا مواد نووية في مشاءات إيرانية. وأوضح مالي أن المنظمة ستغلق التحقيق بعدما تقدم طهران الإجابات التقنية المقنعة، مؤكداً أن أي قرار تتخذه الوكالة الدولية ستوافق عليه واشنطن. مالي قال أيضاً أن إيران باتت على بعد أشهر عدة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، لكنه أكد استعداد بلاده للامتثال إلى الاتفاق النووي إذا قامت طهران بالشيء عينه. تصريحات مالي تأتي في سياق تسريبات نص الاتفاق كشفت عن تنازلات مهمة في مجال القضايا الأمنية قدمها الوفد الأوروبي إلى المفاوضين الإيرانيين. تقضي بإنهاء تحقيق وكالة الطاقة الدولية إذا وافقت طهران على التعاون بشفافية معها في هذا المجال. ومن بين التسريبات مقترح يقضي بتخفيض العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري. بالإضافة إلى منع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها. وتعد مسألة التحقيقات نقطة خلاف رئيسية في محادثات فيينا. تتعلق بتجميد التحقيق مقابل أن تعالج إيران مخاوف الوكالة قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وفيما ينتظر الوفدان الأوروبي والأمريكي رداً إيرانياً سريعاً للنص الأوروبي. انتقدت طهران التسريبات الغربية لنص الاتفاق. وشددت على أنها ستقبل المقترح إذا توفر على ضمانات لمختلف القضايا. بما في ذلك رفع جميع أنواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق. ترجمة نانسي قنقر